حقيقة أحبتي في الله الحقيقة الطبية التي أود أن أتأملها معكم حقيقة زيادة مناعة الجسم أثناء الصيام يؤكد الأطباء أن الصوم ينشط النظام المناعي لدى الصائم بدرجة كبيرة وبالتالي فإن مقاومة الجسم تزداد ضد جميع الأمراض ولذلك يمكن اعتبار الصيام سيد الأدوية بلا منازع ارجعوا إلى صفحتي على فيسبوك ويوتيوب الفيديو الذي عملناه قبل فترة أن الصيام المتواصل لمدة ثلاثة أيام يجدد نظام المناع بالكامل وهي دراسة أمريكية قام بها عدد من الباحثين منهم البروفيسور لونغو الذي يعالج مرضاه مرضى السرطان بالصيام فقط عندما يتدور جسدك جوعا اعلم أن النظام المناعي بدأ يتجدد وبدأت تتشكل خلايا مناعية جديدة وبدأت الخلايا القوية تأكل الضعيفة يعطيك إحساس الجوع لذلك لا تنزعج إذا جعت افرح وأنت صائم عندما تجوع هذا إشارة على أن جسدك يعمل بطريقة صحيحة أن الكبد يتخلص من السموم أن الخلايا الشاذة والهارمة والضعيفة بدأت تصبح وجبة شهية للخلية القوية والخلايا النشطة والقوية وبالتالي القضاء على الالتهابات والأمراض والسموم المؤشر له هو الجوع لذلك لا تحزن ولا تنزعج إذا جعت أثناء الصيام هذا مؤشر جيد وهذا الكلام أنا أنقله من البروفيسور لونغو طبعا الذي يعالج مرضاه مرضى السرطان بالصيام طيب هناك أيها الأحبة حقيقة ثانية اليوم بسبب الحروب ونحن نتابع حرب روسيا وأوكرانيا وبعض الحروب في العالم الإسلامي التلوث الذي نعيشه اليوم التجارب النووية كميات هائلة تضخها المصانع والسيارات والتجارب العسكرية والحروب والأسلحة كلها تضخ كميات هائلة من الملوثات في ظل هذا التلوث والتسمم البيئي والتغير المناخي فإن أجسامنا تمتص كمية من السموم عبر الهواء والماء والغذاء ويؤدي تراكم هذه السموم إلى أمراض خطيرة مثل الشيخوخة المبكرة والسرطان والموت المفاجئ هناك نتائج مهمة جدا أجريت على الصيام جاءوا بأناس وبدأوا يصومون على الطريقة الإسلامية طعيس ساعة كل يوم تقريبا امتناع كامل عن الطعام والشرر ماذا كانت النتيجة أيها الأحبة تبين أن الصيام هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن خلايا الجسم من التخلص من كافة المواد السامة المتراكمة بأمان وبدون أي آثار جانبية سبحان الله يعني هذه نتائج رائعة لذلك العلماء يقولون أن الصوم هو أقوى سلاح لعلاج التسمم إذن نحن اليوم بحاجة لأن نتخلص من سمومنا الناتجة عن التلوث الجسم بمفرده لا يستطيع أن يتخلص من السموم كاسيد الرصاص والزئبق ومواد أخرى كلها سامة تدخل وتخزن داخل هذا الجسد ولا يستطيع الجسم أن يتخلص منها نتائجها تظهر على شكل إعياء وتعب وتشعر أنه لا رغبة لك بالحياة السبب أيها الأحبة هذه السموم الصيام يخلصك منها أنظر لذلك شهر كامل شهر رمضان كفيل بأن يكون بمثابة صيانة سنوية لجسدك كل سيارة تحتاج للصيانة الجهاز يحتاج للصيانة الموبايل يحتاج للصيانة أي شيء يحتاج للصيانة الجسد يحتاج فعندما فرض الله علينا الصيام فرضه لأن الله هو الذي خلق هذا الجسد وهو يعلم أنه بحاجة لهذه الصيانة الدورية يأتي بعض العلمانيين بغباء يقول لك الصوم ليس له فائدة يترك كل هذه الدراسات لا يعترف بجامعة هارفرد ولا يعترف بكل الجامعات مئات الجامعات في العالم التي أجرت أبحاثا على الصيان لا يعترف بالباحثين والمشافي التي تعالج مرضاها بالصيان فقط يرمي كل هذا فقط ليقول لك أن الإسلام غير صحيح هو يتبع الهوى إن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا هنا أيها الأحبة حقيقة طبية أيضا أنا أود أن أقول لمن يعاني من مشاكل في القلب القلب عضلة رائعة جدا من أهم عضلات أو أهم قطعة في الجسم أهم من الدماغ لأنه هو الذي يغذي الدماغ القلب يبدأ منذ أن يكون عمرك تقريبا أربع أسابيع وأنت جنين في بطن أمك يبدأ بضخ الدم دون توقف خلال 60-70-80 سنة كل عمرك لا يتوقف ولا ثانية ويضخ باستمرار هذه العضلة التي تحرك الدورة الدموية في الجسم عليها أعباء كثيرة فلذلك تحدث فيها اعتلالات تحدث مشاكل فيه نظام ضربات القلب تحدث انسدادات معينة تحدث تراكم لدهون معينة مشاكل كثيرة مشاكل القلب أيها الأحبة مئات الأبحاث تؤكد أن الصوم يساعد على تنظيم عمل القلب وعلاج أمراضه واضطرابته وهناك أبحاث تؤكد أن الصوم يقي من تصلب الشرايين واحتشاء العضلة القلبية لماذا؟ لأنك عندما تصوم 16 ساعة أو 17 أو 18 أو 14 ساعة الصيام الإسلامي الامتناع الكامل عن الطعام والشرب انظر أخي الحبيب أنت تعطي فرصة لهذا القلب أن يرتاح كلما أدخلت الطعام الجسم سيقوم بتفكيك هذا الطعام وإرسال المواد المغذية عبر الدم الكبد سيعمل البنكرياز سيعمل المعدة ستعمل الجهاز العصبي سيعمل القلب الرئتين الدماغ كله يعمل فهذا هذه الأجهزة تحتاج لفترة راحة هي الصيام يرتاح فيبدأ الجسم ينظف نفسه يهضم هذه الدهون تعطيه فرصة للتنظيف تخيل أنك أنت تأتي مثلا في بيت ترمي فيه الزبالة ثم تقول نظف ينظف جزء توسخ جزء آخر ينظف هذا الجزء تعطيه من هنا ينظف من هنا ترمي عليه القمامة من هنا سيتعب هذا الذي ينظف هكذا الكبد أيها الأحبة كبد مهمته أن ينقي وينظف الجسم من السموم والأشياء هذه فأنت ترهقه باستمرار ترهق عضلة القلب باستمرار فالصيام فترة راحة لذلك أنا متأكد مئة بالمئة أن الصيام مفيد للقلب والدراسات كثيرة جدا يعني يكفي أن تجلس وتبحث على الإنترنت اكتبوا مثلا فوائد الصيام في إطالة العمر نحن نعتقد طبعا أن الأعمار بيد الله وأن الأجل ثابت لكل أجل كتاب ولكن سبحان الله الموت له أسباب أخي الحبيب والله سبحانه وتعالى يعني يضع أسبابا للموت نحن قدرنا بينكم الموت مقدر نظام يعني له نظام الموت فأنت عندما يكتب الله لك طول العمر يلهمك كثرة الصيام ليكون سببا في طول عمرك فهناك كتب أنا قرأتها لأناس غير مسلمين أن الأشخاص الذين يصومون بانتظام ولفترات محددة خلال السنة يعيشون أكثر من أولئك الذين لا يصومون أبدا طبعا أنا أريد هذا العلماني أو الملحد الذي يقول يا أخي لماذا تصومون وتتعمون أنفسكم نقول له اقرأ كتب زملائك من الملحدين لا تقرأ القرآن اقرأ ماذا يقول الملحدون والعلمانيون من العلماء ماذا وجدوا عن الصيام وكيف أن الامتناع عن الطعام والشراب مهم جدا لذلك الله عز وجل قال إلا الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به سبحان الله عبادة مهمة جدا أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها القرآن فلذلك أخي الحبيب استفد من هذه العبادة الرائعة وأقول إنك إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة مطمئنة أكثر من الصيام أكثر النبي عليه الصلاة والسلام كان معظم وقته يصوم ولكن لا يلتزم بالصيام شهر كامل إلا في رمضان ولكن معظم شهر شعبان تجده صائم كثير من الأيام يصومها اثنين وخميس كان يحرص على ذلك أيام البيض الثلاثة 13-14-15 من كل شهر فإذن اقتد بهذا الحبيب وتذكر دائما وأنت تصوم قول الله تبارك وتعالى الذي خاطبنا جميعا وقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق